الركلث الثاني الركلث الثاني قلت هو المستويات اللغوية ما معنى المستويات اللغوية معنى ذلك أن مؤلف القموس ينظر جيدا في الرصيد الذي تجمع له من الوحدات المعجمية وعليه أن يقوم باختيار لأن هذا الرصيد كبير جدا فإما أن يدونه كله بكل ما فيه وإما أن يختار منه وكثيرا ما كان الاختيار هو الذي يقع إلا الخليل ابن أحمد فإنه لم يختر أولا لأن قموس هو أول قموس والأمر الثاني هو أنه أراد أن يؤلف كتاب العين ليحصر به ما تستعمله العرب من الفاضية لأن كانت غايته استيعابية ولم يكن عن الذي يريد أن تكون غايته استيعابية طبع لا يتماشى هذا والاختيار لا يجد اختيار هناك بالاستيعاب لا يتماشى والاختيار إذن هذا الإختار معيور الاختيار ما هي عندهم نتحدث طبع ناقط وحتى نهاية آخر القناة الرابعة تقليبا مع كتاب التهذيب للأزهري وكتاب الصحاح للجواري كانوا يقسمون الألفاظ إلى أربعة مستويات المستوى الأول هو الفصيح وللفصيح الشروط لفصاحة الشروط عندهم المستوى الثاني هو المولد والمولد عربي قد ولده عرب غير أقاح أو تولد في غير مناطق الاحتجاج خارج مناطق الاحتجاج ثم المستوى الثالث هو العامي والمستوى الرابع هو الأعجمي المقترض عندما ننظر في كتاب العين للخليل نجد فيه المستويات الأربعة نجد فيه الفصيحة ويمثله الشعر الجاهلي والقرآن الكريم والحديث النبي والمأثور من كلام العربي والأعراب الذين روا عنهم ما رواه عن الأعراب لكن نجد فيه إضافة إلى ذلك ما دونه عن عامة عصره وخاصة من عربي أو من سكان البصرة والكوفة أو من عربية البصرة وعربية الكوفة بل نجد عنده مدونا ما كان يستعمله أهل الشام بل ما كان يستعمله أهل مصر أيضا طبعا عندما نذهب إلى مصر فأبعد مصر عن الفصاحة عندئذن وهو يتحدث يذكر هنا ما يستعملونه من ألفاظ خاصة للتعبير عن ظواهر أو مظاهر في حياتهم أو في مجتمعهم خاصة به ولهذا نعتبره عامية بالنسبة إلى الأعجمي المقترض هو ما دخل العربية من اللغات الأخرى لكنهم كانوا يشتريطون في أن يكون هذا الأعجمي المقترض قد استعمل في نص فصيح يوجد في شعار الجاهل نعرف مثلا أن في شعار الجاهل كثيرا من الألفاظ الفارسية المقترضة قد دخلت العربية في شعار الجاهل أو أن يكون ما بعد في نص أدبي في نص أدبي معترف بفصاحته طبعا هنا في ذلك الوقت كان الفصيح بصفة خاصة هو الشعر هنا يعتبر الشعر هو الذي ينظر إليه على أنه فصيح أو الأعجمي الذي ورد في الشعر الخليل كما قلت كان قد فتح الباب للمستويات الأربعة لكن الذي نجاء بعده قد قيدوا الاستعمال فأصبح الفصيح في الدرجة الأولى والأعجمي المقترض الذي ورد في نصوص أدبية في المستوى الثاني وأهمل أو أسقط المولد إسقاطا يكود كليا كما أسقط العامي إسقاطا يكاد يكون كليا لن بقي الفصيح والأعجمي المقترض الأدبي ليس كل أعجمي مقترض وأهمل كل ما هو مولد ونعلم أن العربية قد دخلتها المولدات بداية من نصف الثاني من القرن الثاني مع حركة الترجمة التي أشرنا إليها من قبل إذ دخلت مصطلحات طبية وفلسفية وهندسية وريضية كثيرة وهذه كلها لم يعترف بها مؤلف قواميسنا الأولون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر